لدعوات الأسرة باعتبار اليوم الجمعة يوم غضب نصرة للقدس والأسرة والأسيرات في انتفاضتهم ضد سياسة الحرمان والتضييق على أوضاعهم المعيشية في سجون الاحتلال نظمت القوى والفعاليات الوطنية في بيت العحم وقفة تضامنية مع الأسرة في ساحة الماهد نوجه رسالة الوفاء رسالة العز لأسران الأبطال داخل السجون وهم يخوضون هذه المعركة معركة الكرامة ومعركة الوفاء الذين يجابهون فيها إدارة السجون والاحتلال الذي يمارس بحقهم أبشع أصناف الضغط وأساليب التعسف داخل السجون الإسرائيلية يحاول المحتل أن ينتزع حقوق أسران الذين على مدار سنوات طويلة من النضال استطاعوا أن ينتزعوها وهم داخل سجون الاحتلال واليوم يحاولون انتزاع هذه الحقوق منهم شارك ذو الأسرة في الوقفة رافعين صور أبنائهم مطالبين بالإفراج العاجل عنهم خاصة المرضى منهم أنا بحكي إن ربنا في عسطة الجلالة يفرج عن مساجين كلياتهم جمع ابن زي مش ابن الحالة هم كلهم أولادنا يفرج الله عنهم وفيك قيدهم من الظلم اللي هم فيه هذا ظلم قاعدين في ظلم هم في ظلم قاعدين في ظلم كبير لا فيه معهم عاونة لا فيه لهم حدا شديق لهم لا فيه لهم أي ريك ينفحهم إن شاء الله الفرج القريب يا أبا إن شاء الله الفرج الجميع لأسرة يا أربا نحن أربع أصغر واحدان موجود في البيت يعني باقي أنا أصغر واحد عمري سبع شهور يمخذون يعني يعني إلى عشرين سنة يواصل الأسرة في سجون الاحتلال تنفيذ سلسلة خطوات عصيان ضد سياسات الاحتلال وحرب بن غفير عليهم والذي يهدد بمزيد من التصعيد بحقهم حيات حمدان تلفزيون فلسطين بيت الأحمد اشتركوا في القناة